فرصة أخيرة للسلام الوفد الحكومي في الكويت يعود إلى طاولة المفاوضات بعد خمسة أيام من تعليق مشاركته فيها على خلفية عدم التزام وفد الميليشيا بأسس ومرجعيات الحوار ومع العودة لم يحدث ذلك الالتزام وما حصلت عليه الحكومة لم يكن سوى مزيد من الضمانات التي طالما تلقتها الأكثر من مرة ومن مختلف الأطراف الدولية وثيقة مكتوبة بالتزامهم بالنقاط الستة التالية مكتوبة وموقع عليها لن ندخل أبدا في نقاش بناء على أنهم موافقين شفويا هذه المرة من قطر وبعد لقاء ثلاثي بين رئيس الجمهورية وأمير قطر والأمين العام للأمم المتحدة جاء قرار العودة للمفاوضات فيما كان رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي يؤكد أن تراجع وفده عن تعليق مشاركته جاء بعد الحصول على ضمانات إقليمية ودولية بالالتزام بالنقاط الست التي طالب بها الوفد الحكومي سابقا المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد دعا أطراف اليمنية للاستفادة مما وصفها بالفرصة التاريخية لاستئناف مشاورات السلام لكن تلك الفرصة لا تزال متعثرة ويتدخل في الشهر الثاني من انطلاقها ورغم التصريحات المتفائلة والحديث عن فرصة أخيرة إلا أنه لا شيء سيتغير فالميليشيا التي رفضت تقديم أي التزام بمرجعيات المفاوضات أو أجندتها لا يبدو أنها ستغادر المربع الذي تقف عليه منذ شهر في الكويت والمجتمع الدولي المهتم بعودة الوفد الحكومي إلى المشاورات لا يبدو مكترثا بتحقيق السلام وفقا للقرارات الصادرة عنه والضمانات التي حصل عليه الوفد الحكومي هذه المرة لا تختلف عن كل الضمانات السابقة ويبقى أن ينتظر الفرصة الأخيرة للسلام الفشل الأخير أيضا ليسدر الستار على الجولة الثالثة من مفاوضات السلام في اليمن والتي يبدو أنها ستكون الأخيرة فعلا ترجمة نانسي قنقر